اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أو TeamSpeak التين تقريباً نفس الخطوات بيفرقوا بس تحميل السيرفر وكيف تشغيله ويعني اشي بسيطة ان شاء الله اليوم هيكون شرحنا عن سيرفر الماينكرافت الماينكرافت طبعاً لابعا معروفة واغلبكم بيلعبها فعشان هيك انا حابب ابلش لكم بسلسلة شروحات يكون فيها ماينكرافت وتيمسبيك وكيف تسوي سيرفرات تانية وهي قصص اول شي لتسوي سيرفر لتاخد VBS عندنا هذا الموقع HostSeller تجي عند VBS تضغط عليه تجي عند اول وحدة بواحد فاصلة تسعة وتسعين دولار يعني اثنين دولار بتسوي سيرفر TeamSpeak وسيرفر ماينكرافت خاصين فيك بيكفوك و يعني حلوين لا فيون لاك ان شاء الله ولا فيون شي الرامات طبعاً مثل ما تلكون هو جهاز كمبيوتر 24 ساعة موصول بالنت 24 ساعة موصول بالكهرباء واهم شي وهي اللي كنت عاني منها صراحة شخصياً يجي ابوك يفصل لك سلك الكهرباء من على الكمبيوتر يا الله يا اخي بس استنى عامل سيف للعبة لا مافي الرامات 256 حلوين الهارد ديسك الهارد ديسك 15 جيجا حلو هذا اللي بيهمنا تقريباً منه فيه واحد اي بي اذا بدك تاخد اي بي تاني بدك تدفع فلوسي زيادة لا تخليك على اي بي واحد اذا مسلا بدك تسوي تحط السيرفر والتيم سبيك والميناكرافت يكون كل واحد بهم اي بي خاص فيه خد واحد تاني تاعتها وتوكلها الله اه 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 اردناو وبتكمل عملية الشراع اذا ما تعرفون كيف تشتروا هيك قصص اه اه اولو لي بالتعليقات بسوي لكم فيديو تاني او الفيديو تبع تيم سبيك بيكون شرح كيف تشتري وكيف تسوي سيرفر تيم سبيك لانه سيرفر تيم سبيك ما بياخد وقت زيادة إن شاء الله سأعلمكم كيف تعمل سيرفر TeamSpeak مع boot الboot الرهيب صراحة أنا بستعمله بسيرفر تبعي وحلو فتعمل order now وبتكمل عادي بيوصل لك ايميل نفس هذا الايميل هاي ما اخذ أنا من عندهم بدير عبط المفتاح من شركة desire phone ما بعرف ليش حاطت اسم الشركة وبيوصل لك ال host name ال IP address اللي هو بتعطيه لاصحابك عشان يدخلوا معك TeamSpeak او Minecraft الroot ال username اللي هو الroot الروت هذا مهم جدا لانه هنستعمله ببرنامجين مهمين اللي هنه برنامج ال booty وبرنامج ال winzip هدول برنامجين مهمين جدا جدا لازم يكونوا عندك ال booty هو مثل ما تقول DOS تبع ال VBS بعد ما يوصلك هاد هاد ال details تبع ال لا مصلا تبع ال ال booty عشان تدخل ال booty هاد تبع ال control panel ال control panel اللي هي بتجيك مثل هذي بس توصلك هاد ال email تدخل على هاد ال link بيوديك على هاي الصفحه او sorry تضغط على هاد ال link بيوديك على صفحه ال login بيوديك على صفحه ال login بتحط فيه ال username اللي هو هاد ال password اللي هو هاد و بتدخل بتطلع لك مثل هاي تضغط على هاد ال host name ازا كنت ماخد واحد بيطلع لك هون واحد ازا كنت ماخد اتنين بيطلع لك اكتر من واحد هاي ال ip هاد ال status تبعي online تروح على عندك هون شي مهم ال root admin password ال root admin password عشان تغير كلمة السر تبع ال root اللي هنا نعطوك اياها هاي الصعبة بتبدلها من هون بتضحط كلمة السر اللي بدك اياها change اوكي بتروح على reinstall اول ما تاخده بيكون فاضي هدول انظمة التشغيل اللي فيه اللي بتنصبهم على ال vps centos dpn وهيك اصاص و linux نحن بناخد linux اللي هو هاد 14.4 86 64 تار بتضغط عليه هون تضغط reinstall بتضغط yes تاخد عشر دقائق تقريبا بس تضغط yes بتطلع الك message فوق انه اوكي نحن بلشنا فيه وبياخد عشر دقائق بس توصلك هاي المسج ترجع لهون هون 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 بطلع لك offline بالاحمر بدك تستنى تقريبا عشر دقائق حتى يشتغل vps حتى لو عملت refresh وطلعت لك online ما هيكون شغل vps 100% هيكون فيه يعني ما هيكون شغل المهم ما هيكون شغل بدك تستنى عشر دقائق المهم نحتاج طبعا لأوامر عشان نشغل team speak minecraft هذه الأوامر بحطلكم الرابط تبع هذا المجلد تبع هذا الملف بالdescription عشان تحمله الحين ندخل على برنامج البوتي بعد ما استنى عشر دقائق أنا صراحة نسويته قبل الفيديو عشان تكون سريعين برنامج البوتي أول ما تفتحه بتحط هون الابي تبعك الport 22 بتحط له open أول مرة تفتحه بتطلع لك هاي بتحط عليها yes بعدين بتطلع لك هون login as اللي هو ال username تبعك اللي هو root الباسورد الباسورد قد ما كتبت ما هيطلع لك التعبه هون نهائيا بس اكتب واكبس enter فتح نظامي اوكي بالحين ما تبلش بالأمر أول أمر عندك لتحديث ال 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 ctrl c تنسخه من هون اللسق بهذا البوتي تو بزر الفارل الأيمن ما هيطلع لك شيء هاي ctrl v enter ما طلع لي شيء enter يا طيب اوكي بزر الفارل اليمين لسق تاكبش له enter هذا الأمر سريع ما بيأخذ وقت نعمل جرعة نسكفة خلص الأمر الثاني هياخد وقت طويل شوي تقريبا عشر دقائق بين الخمس دقائق والعشر دقائق حسب يعني حسب الحشيشة اللي ما اخذها تضغط لهون yes اوكي اوكي الحين بوقف الفيديو وبرجع لكم بس يخلص باك شباب رجعت لكم هنخلص تحميل الجافا الحين منحمل السكرين ctrl v ctrl v الحين عشان ندخل للمجلدات نكتب الأمر cd space backslash home ندخل على مجلد الhome عشان نسوي مجلد للمينيكرافت ننسخ هذا الأمر لسق enter عشان ندخل للمجلد الآن نكتب الأمر ls بيطلعنا انه في مجلد اسمه minecraft عشان ندخل للمينيكرافت للمجلد ننسخ الاسم ctrl c زر بيمين دخل الحين عشان نحمل السيرفر السيرفر انا حطط لكم اصدارين اصدار 1.7 و اصدار ثاني 1.9 1.7 قديم شوي بعض الامرات بعض الامرات اوكي خدينا على بعض الامرات بعض الامرات المرات ما تقدر تدخل على 1.9 ما تقدر تسوي 1.9 السيرفر لازم تسوي 1.7 و يدخل عادي بس بعد فترة سيوقف ال 1.7 نهائيا فاني اذا عمشوف الفيديو بعد فترة من رفعه ممكن يوقف عندك فانسخ هاد ctrl c بلسق اتحمل السيرفر الحين الس بطلع عندك انه في سيرفر عشان تشغيل عشان تشغيل السيرفر نحط اول شي هذا الامر اوكي نرجع من حط هذا الامر بعد لحظة الحين الس بعده هاد السيرفر موجود نحط الامر هاد نضغط عليه اوكي الحين نزل بعض مجلدات تانية الس طلع عندك مجلد اثنين وهاد وهاد نروح البرنامج الوين سيبت الوين سيبت الوين سيبت نظامه بتحط هون الهوستنام او الابي البرت 22 الروت اللي هو اليوزرنام والباسورد اللي حطيته اللي يجعك بالايميل او او اذا انت غيرته من لوحة التحكم هذه اذا انت غيرته من هون بتحطه نفس اللي انت غيرته بتحطه له لوجين نغيره pelvis فتح معنا وهي دل المتجلدات ها دل الملفات اللي نفسها موجودين هون شوف 64 لا سبحان الله تروح على هذا الزر يمين Edit بيفتح معك بالنوتباد بلس بلس إذا كنت منزله وصراحة برنامج حلو تنسخ هذه الكلمة تحطه هون هاي مثل ما تقول الاتفاقية تبعيتهم اللي كلنا بنحط موافق ولا حدا بير شي أوكي الحين ترجع لنفس الأمر اللي هو هذا ترجع للأمر تكبز زر الاتجاهات اللي فوق مرتين وتكبز لأنتر على قصة الاتفاقيات اللي بنقراهم اللي سوري بنوافق عليهم ولا حدا بيقراهم بعطيكم معلومة بينما ينزل السير بيتحملوا باقي الملفات هاي شوفوا الحين بتحملوا Refresh تعمل Refresh هون عم يتحملوا بعض الشركات أو واحدة من الشركات الكبيرة حطت ضمن الاتفاقية تبعها إنه إذا بتقرأ الاتفاقية تبع ماك إذا دخنت جنبو بتروح الضمان فاللي عنده جهاز ماك لا يدخن جنبو نصيحة المهمة الحين نشتغل السيرفر وكله تمام منسكر هاد شكرا لإصغائق عزيز المستمع بتجي على هذا الملف بترجع البرنامج الوينسيب بتجي على هذا الملف زر يمين edit هادي متل ما تقول لوحة التحكم تبع السيرفر التيم سبيك هون بتغير عليها وتعدل عليها levelات وما levelات وقصص احبسوا حكاية وهيك وهيك شغلات ايه فاة بس اتعدل هون حاول متخبص كثير عشان ما يخرب عليك السيرفر بس تخلص تعديل هون تكون السيرفر عندك شغال مية بالمية نظامي وتقدر تعطيه إلى أصحابك وتدخلو وتلعبو سوى وتنبسطو وهم شيء رجاء خاص جد ما تنزلوا الفيديوهات عن الماينيكرافت والله ملينا يشيخ فوت على قناة طبخ بلا يحاطين ماينيكرافت فوت على قناة وثائقية بلا يحاطين ماينيكرافت هل تعلم قناة هل تعلم في ماينيكرافت شوات يا أخي فهذا كان شرحنا لليوم وإن شاء الله تكونوا اشتفدتوا وانبسطتوا معنا وأنا أسف على السحب اللي سحبتها من فترة بصراحة ما كان عندي شيء نزله يعني ما كنت غير ألعب كود 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 طيب أوكي وبعدين أعتقدت أن كل ثلاثتكم مليتوا منها يعني أو مليتوا من الفيديوهات وما حدا بيملي من اللعب اللعب حلو فبس هذا اللعنديه إذا بدكن أي شيء تحتاجوا أي شيء أعطي لكم حسابي بتويتر تحت إذا بدكن شيء تبعتوني عليه حسابي بالإنستغرام بعد إذا بدكن إذا بلاقي تفاعل هسوي شروحات أكتر إن شاء الله هسوي لكم الفيديو الجاي إن شاء الله كيف تسوي سيرفر TeamSpeak مثل ما أنا مسوي سيرفر TeamSpeak على VBS هاي أنا الرخصة تبعيتي تبع TeamSpeak ال VBS اللي ما أخده في واحد تاني أنا ما أخده غير هاد مركب عليه رخصة TeamSpeak إذا إن شاء الله لعيد تفاعل بسوي لكم فيديو كيف تركب رخصة TeamSpeak وإذا لعيد تفاعل كمان بسوي لكم رخصة كيف تسوي البوت تبع TeamSpeak مثل ما أنا مسوي هون بوت بوت بيسحبك بيينقلك شي رهيب البوت بس تصبح على خير شكرا لكم